أفريقيا تحت 18 سنة أبطالنا أبطال مصر وأبطال أفريقيا كريم حاتم إزاك كريم الحمد لله راح أبيك مرة تانية بنخليك وأول مواتش كده مع أنجولة أنجولة اسمي كبير ولكن من الوضع احنا ما لناش دعو بالأساني والله احنا كان هدفنا ان احنا طبعا قدامنا توستابس لازم هناخدهم أول استاب ان احنا طبعا نخش كاس عالم ننفس على أول تاني تمام وده كان أول طبعا تارجت لنا تاني تارجت طبعا احنا ناخده ببطولة مكانش فيها بعم فرق لنا أي اسم يعني سواء من الفرق اللي كنا بنلعبها جايين للتارجتين دول بس يعني انت عندك خبرة كبيرة لأنك انت لعبت كاس عالم تحت 17 سنة لعبنا كاس عالم تحت 17 كنت كابتن الفريق في الوقت ده ومصر حصلت على المركز العاشر في الوقت ده العاشر الأول مرة في تاريخ مصر الحمد لله طيب إن شاء الله نوين حاجة في التمنتاشر والله إن شاء الله برضو نعمل رقم خياسي ما حصلش عمد كده عمدك سبرة حلوة ما شاء الله في بطولات العالم طيب ماتش أنجولا ماتش احنا كسبنا تقريبا فرق 16 بنت تقريبا اه تقريبا حاجة كده اه شايفين أنجولا ازاي والأطوال والخبرة والله إحنا يعني كنا دايما متوقعين عارفين دايما دايما دول أفريقيا كلها بيبوا دايما أقوى طبعا في القوى الجثمانية لكن إحنا طبعا بنتغلب عليهم في القوى العقلانية وده يعني الحتة الوحيدة اللي إحنا لعبنا عليهم إنهم فعلا أطوال ما بيفكروش دايما يعني طبعا مش نفس الزكاء بتاع العيبة المصرية فكنا لعبنا على الحتة دي يعني إن إحنا دايما نمشي في سيستم وإزاي مثلا نخلي العيب صغير مع العيب طويل والعكس نخلي العيب طويل بتاعنا مثلا بمسك واحد وصير تحت الحلقة فكنا بنعرف نلعب على الحتة دي بس حلو كابتان عمر بخير طبعا عمل إنجاز كبير معكم طبعا كابتان عمر بخير أستورة من نساطير كورت السلة طبعا أكيد ومش أول مرة طبعا يعني خش بطولة أفريقية لا كابتان عمر سيفي بتاعه يعني مش محتاج حد يتكلم عليه خالص لا طبعا كابتان عمر ده حبيبنا كلنا